أفادت وكالة أنباء رويترز أن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانتس قرر تأجيل خطابه الذي كان من المزمع إلقاؤه اليوم حيث كان من المتوقع أن يعلن خلاله انسحابه من الحزب الحزب الحكومة الحرب الإسرائيلية بحسب موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي جاء ذلك في أقابي تقارير لجيش الاحتلال تزعم تحرير عدد من المحتجزين لدى حركة حماس يبدو أن ساعة الصفر قد تأجلت فقد كان العالم في انتظار بيان لعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانتس كان من المرتقب فيه أن يعلن استقالته من حكومة الطوارئ التي يقودها رئيس الوزراء بنيمين نتنياهو تطور جاء عقب بيان لقوات الاحتلال الإسرائيلية زعمت خلاله أنها تمكنت من إطلاق صراح عدد من المحتجزين لدى حركة حماس وهو ما قلب الموازين ودفع جانتس لتأجيل خطابه ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي فإن خطوة جانتس نحو الاستقالة كانت لن تؤدي إلى إسقاط ائتلاف نتنياهو الذي لا يزال يتمتع بغلبية 64 عضوا في الكنيست لكن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الحكومة وتفاكم الأزمة السياسية في إسرائيل مع استمرار الحرب في غزة لكن الحسابات اختلفت الآن وقد تتغير التحالفات بين لحظة وأخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة